اشهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء بالجهود المقدرة لكافة منتسبي شرطة البحرين في أداء واجبهم الوطني بكل كفاءة واقتدار للحفاظ على أمن الوطني والمواطنين وصون الحقوق وأنفاذ القانون منويها بالمستويات المتميزة التي وصلت إليها منظومة العمل الأمني وأسهامها الفعل في رفض المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حافظه الله ورعى وقال سموه لا تنمية من غير بيئة آمنة تحتضنها وأن ما تشهده مملكة البحرين من نماء الوزدهار ورفع على كافة الأصعدة أساسه الأمن والأمان الذي تحقق بفضل الجهود المتفانية لمنتسبي وزارة الداخلية المخلصين وبعزمهم الصادق في أداء المهام الممكنة إليهم بأعلى درجات المسئولية مستذكرا ببالغ الاعتزاز ما قدمه شهداء الواجب من تضحيات جليلة في ساحات الفداء لتبقى مملكة البحرين شامخة مصانة ودارا آمنة تحتضن الجميع جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر القضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية وكبار الضباط والمسؤولين بالوزارة وذلك بمناسبة يوم شرطة البحرين حيث أعرب سموه عن فخره واعتزازه بما حققته وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة من تطورا على الصعود الأمني أو الصعيد الأمني والمجتمعي وما تبديه الوزارة من التزام بأداء واجباتها الوطنية النبيلة في حفظ الأمن وحماية الحقوق وصون الحريات ومجه سموه الشكر والتقدير لكافة منتسب وزارة الداخلية وعلى رأسهم الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية أشار سموه إلى أهمية مواصلة تعزيز الأمن المجتمعي وتبني أحدث التقنيات في المنظومة الأمنية وأفضل الممارسات في المجال الشرطي بما يحفظ حقوق الجميع ويعزز قيم العدالة متمنيا لوزارة الداخلية وكافة منتسبها دوام التوفيق من جهته أعرب الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية باسمه ونيابة عن كافة منتسب وزارة الداخلية عن بالغ الفخر والاعتزاز بالرعاية الملكية السامية التي تلقاها وزارة الداخلية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة أيده الله ومعربا عن العظيم الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على دعمه وما تفضل به سموه من إشادة وتقدير للجهود المخلصة لرجال الأمن وعزيمتهم الوطنية الصادقة لمواصلة مسيرة البناء والإنجاز مثمنا متابعة سموه واهتمامه بالمشاريع التطويرية التي تقوم بها الوزارة في كافة مجالات العمل الأمني وتقنية المعلومات وتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة لما لذلك من أهمية قصوى في تحقيق الاستقرار الأمني في البلاد أشار معاله إلى أن وزارة الداخلية ماضية في تعزيز نهج التطوير والتحديث ومواكبة المتغيرات في كافة مجالات العمل الأمني بما في ذلك التحول إلى النظم الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني الأمر الذي ينعكسه بشكل إيجابي على الأداء الأمني وتقديم خدمات شرطية ذات طابع عصري تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة